سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح اشتركوا في القناة ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق موسيقى 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 نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلاً ونهاراً لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبياً من أنبياء الله موسيقى 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 يا والها ماذا يفعل زوجك؟ أيبني سفينة في الصحراء؟ موسيقى موسيقى أنه مجنون زوجك مجنون موسيقى موسيقى زوجي مجنون لقد جلب لنا العار نوح جلب لنا العار كفي عن هذا يا والها كفي عن هذا أليس زوجك نبي الله؟ ماذا تريدين يا واغلة؟ ماذا تريدين أنت يا واغلة؟ ماذا تريدين؟ والله إن نوحاً أبا زوجي لا على الحق المبين يا والها إن كان على الحق المبين فعليه أن يثبت ذلك لا أن يصنع سفينة في الصحراء أرى أن لا نتعجل بيع الجواهر الآن أريد أن أصبح ثرياً يا طهورة ولكن السامق يبحث عن السارق في كل مكان من أنتما؟ أنا اسمي شائك ومن أنت؟ أنا أنا زوجته طهورة هيا للتفتيش لماذا التفتيش؟ لماذا؟ ألا تعلم أن قصر السامق قد تمت سرقته؟ ونحن نبحث عن السارق وما شأننا بهذه السارقات يا رجل؟ هيا نفتشكما لا 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 اتركونا نحن شرفاء نحن شرفاء اتركونا سوف نرى إن كنتما شرفاء حقاً هيا نحن شرفاء حقاً نحن شرفاء حقاً مستحيل أن أنفذ ما تطلبينه يا أمي لن أترك أبي أنا أمك ولي حق عليك يا يافر أطيعك في أي شيء يا أمي إلا ترك أبي ودعوته إلى الحق المبين حق؟ أي حق تقصد يا يافر؟ أي حق؟ أبوك مجنون إن دعوة أبي نوح عليه السلام لترك عبادة الأصنام وتوحيد الله هي رسالة إلهية من عند رب العالمين سحرك سحرك أبوك يا يافر سحرك أبوك وأصبحت مجنونا مثله يا أمي استجيبي لله ولدعوة أبي نوح فنحن على الحق نحن على الحق يا أمي وماذا عن السفينة؟ ها؟ قل لي ماذا عن السفينة يا يافر؟ هي أمر إلهي أمر إلهي؟ سفينة في الصحراء؟ سحرك أبوك يا يافر؟ نعم إنها أمر إلهي يا أمي أمر إلهي الكلام معك لن يجدي الكلام معك لن يجدي اذهب اذهب حيث جئت اذهب 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 من أمامي الآن اذهب من أمامي الآن سمعا وطاعة يا أمي اذهب من أمامي الآن اذهب من أمامي الآن سمعا وطاعة يا أمي وطاعة يا أمي كيف يا عوزاء؟ كيف تذهبين إلى منزل هؤلاء الفقراء هم خادمون لنا يا هوزاء خادمون كيف تقول هذا يا أبي قويسة هي من كانت تهتم بي بعد موت أمي وقد أخذت حقها أخذت حقها مالا وكساء وطعاما ما قدمته لي من حب وحنان هو أكبر من أي مال يا أبي لا تجادلين يا هوزاء لا تجادليني ولا تكرري هذه الزيارة مرة أخرى هتسمعين؟ أمرك يا أبي أنت بخير يا مهدي فلا داعي لأي قلق ومن الذي أبلغك بمرضي أيها الطبيب؟ لماذا تسأل يا مهدي؟ هل هي الأميرة هوزاء؟ أليس كذلك؟ يا مهدي أنت في قلب حوزاء؟ ماذا؟ في قلبها؟ هي دائما هكذا رحيمة بالفقراء والمساكين صدقت ليها الطبيب فنحن الفقراء نحتاج لمن يعطف علينا